اعتمد سموه شيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة جوائز دور سموه الخامس لكرة القدم للصلاة والمراكز الشبابية والأندية غير المنضوية في الاتحاد البحريني لكرة القدم ولذوي الإعاقة والفتيات وذلك على صالة مدينة خليفة الرياضية ويستمر حتى الرابع عشر من سبتمبر القادم وبتنظيم من وزارة شؤون الشباب والرياضة بتعاون مع المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة وتحت شعار ملتقى الأجيال إذ يأتي الدوري ضمن إحدى المبادرات الكريمة لسموه بدعم الشباب في المجال الرياضي والإنساني وخلال مؤتمر صحفي أعلن السيد عمر بوكمال مدير المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد عضو اللجنة المنظمة العليا عن الجوائز المالية التي اعتمدها سموه والجوائز الفردية للاعبين إضافة إلى كؤوس الدوري للمراكز الشبابية وذوي الإعاقة والفتيات وأوضح بوكمال أن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة اعتمد عشرين ألف دينار لدوري سموه مشيرا إلى أن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قد وجه اللجنة المنظمة العليا لمضاعفة الجوائز المالية بنسبة عالية جدا عن النسخ السابق لدوري سموه اشتركوا في القناة